السلام عليكم وحبي اتعاليكم على صنف حلو كده جميل كده بسيط بياخد معاك مش ياخد معاك وقت وتغيير وتغيير مطلوب زي ما انا قلت قبل كده ورق الجلاش واحدة تعمل لي من اطعمة يعني اطعمة اطعمة جلاش مختلفة بتعم اطعمة مخالفة معاكي فانا كل الحكاية انا هسمي لها كده ونلوك على الوصفة بتاعتي ورق الجلاش بتفتحيها تغطيها فوطة على المطبخ عندك عشان ما تشافش طبعا منك اهم حاجة اه كوباية كوباية لبن على زبادي عشان تديك تروف بين الرئات بيكينبودر معلقة بيكينبودر معلقة كيز فانيليا معلقتين عصر ابيض او معلقتين سيرب من التقيل بتاع الكنافة او بتاع الجلاش اللي احنا بتبنسقي بيه حسن ما انتي عايزة بتدوابين مع بعض في قلبه بولا ولا حاجة وتحطيهم على جامعة ده دي تشريبة اللي انا هشرب بيها بين الرئات بتاع الجلاش بس خلاص هجيب التلات ورقات جلاش كل التقامزة رخمة بتاعتي كويس جدا وابتدي كل برق ورق احط تشريبة من دي عشان تطريلي الجلاش وتخليه يتلف معاكي بسهولة وتقطعيه زمان انتي عايزة حجم اللي انتي محتاجاه انا بدي فكرة بس اللي حابب يقطع اصغر اكبر حاجة بتاعتك اللي عايز يكبر الحجم تشويق برضو دي حاجة بتاعتك دي كل واحد حسب نظرة عينيه الحاسب اللي بيحبه فانا كل برق ورق بعمل كل تلات رئات بعمل جلاش واو ملف الرول وحسن ما انتي حجم بتاعك انتي قطعي وبارص في الصينية مدهونة صينية المونية بتاعتي ساك بتاعي بان مدهون نفس المادة الدهونية الزيت على سمنة بلدي طبعا حيواتش اقليه دايما بتحتي ميل دايما للسمنة البلدي يعني بتحتي ميل الحتة الزبدة الصفرة الحاجات اللي بتقاليها ريحتها قوية شوية حيواتش اقليه بزيك وقطع الرول وارص في قلب بالصاق عملتي انا عملت كم فاضي كله تياريبين عملت كله فاضي عادي جيت مع اخر تلات ورقات عملت بقى فصوص زي زي فكرة السينابو اه جبت ارفع على سكر خشن وقمت حطها بين الرئات مع التشريبة ولن فيه برضو رول برضو قطعته نفس الفكرة بالزبط واي جلاش عندك الكسر وبقى وقع منك اعمليه سنبوسة لفيه اي شكل رول سنبوسة اي حاجة المهمة متهضريش حاجة وترميها وفي الاخر تسق التشريبة برضو كلها على وش الجلاش كله عمتها ما هتخلصي وده خليه الفرن على درجة حرمية وتمينين وصطاني معادش معايا ربع ساعة حتى طبعا الجلاش ميخدش وقت اصلا اتحمر فوقه تحت الواحد وطلع جميل ساعة ما يطلع منك من الفرن كوني محضرة سوس شوكولاتة سوس كريم كرامل اه سوس فراولة السرب العادي خالص بتاعنا السرب التبيعي بتاعنا الابيض العادي برضو منه جزء السنبوسة اصلا مش يحتاج معاك حاجة مش حابة تسقيه وعايزة تكليها كده حابة تسقيه حطي عليه السرب برضو ابيض بس طلعي اطعمة اللي انت مختلفة بانت عملتي من ورق الجلاش واحدة اطعمة مختلفة فراولة وصوس كرامل وصوس شوكولاتة وابيض سادل اللي حابب والسينبوس طلعتي كم كم طلعتي كم شكل في وصفة واحدة بس فجرتها حلوة بسيطة ومش تاخد منك وقت خالص نهاية ده الكلام بس كتير انما هي الشغل بتاعها والله بجد بسيط جدا بس بقى جرب يستنبوه مع فنجان قهوة الصبح طحفة 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 بجد يعني انا انا ما اتخدتش بالي لوحدة بس نبوه ختمها فنجان قهوة الصبح هكاية بجد بجد طعم حلو تغيير حلو وطعمها تنفع لولايات اللي حابب كل واحد ياخد طعمه معين مش مرتزمة بحاجة واحدة بس يا انت عاملة لا انت عاملة كم صنف في كم طعم فطعمها حلوة او لذيذ ريت جربوه لوصفة وتقولولي رأيكم فيها ايه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة